جدل جديد في بريطانيا أشعلته تصريحات وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان والفتيل كان بقولها إن التعددية الثقافية في بريطانيا قد فشلت الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من زملائها النواب المحافظين وخصوصا رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي أظهر العكس تماما في مقابلة له مع شبكة بي بي سي ففي كلمة أمام أحد مراكز الأبحاث الأمريكية في العاصمة واشنطن زعمت بريفرمان بأن زعماء العالم فشلوا في إجراء إصلاح شامل لقوانين حقوق الإنسان معززة فكرتها بأنهم يخافون من وصفهم بالعنصرية أو غير الليبراليين بريفرمان زعمت أيضا أن المجتمع الدولي فشل في إصلاح اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 51 ما دفع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إصدار بيان للدفاع عن اتفاقية اللاجئين لعام 51 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سوناك الذي أشاد بما وصفه بالديمقراطية الرائعة متعددة الثقافات في المملكة المتحدة رفض تصريحات بريفرمان موضحا أن بريطانيا عملت بشكل رائع على دمج الناس في المجتمع مشيرا إلى أن خير دليل على ذلك حصوله على منصبه رئيسا للوزراء في بريطانيا كأول شخص من أصول هندية يشغل هذه الوظيفة